أشكر جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة على كلمته والآن أعطي الكلمة إلى صاحب السمو الشيخ دمين بن حمد الثاني أمير دولة قطر فليتفضل بسم الله الرحمن الرحيم صاحب السمو الملك إلى أمير محمد بن سلمان وليعاهد المملكة العربية السعودية فخامة الرئيس جو بايدن أصحاب الجلالة والفخامة والسمو يسرني في البداية أن أتوجه بخالص الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسموه إلى العهد على استضافة هذه القمة الهامة وعلى حسن الاستقبال والتنظيم لإنجاحها السادة الكرام إن عقد هذا الاجتماع الهام في ظل ما يواجهه العالم من تحديات تضع على المحك قدرات المجتمع الدولي في تعزيز التعاون بين الدول لإيجاد حلول عادلة وواقعية للقضايا العالمية باحترام ما استقر في وجدان البشرية من قيم وأعراف ويدرك الجميع أنه لا أمن ولا استقرار ولا تنمية في ظل النزاعات وأن احتكام طراف النزاعات لإحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة يوفر على شعوبها وعلى الإنسانية جمعاء الكثير من الضحايا والمعاسي ولكن كما هو معروف فإن القانون الدولي هو قانون عرفي لا يلزم إلا من تدفعه مبادئه أو محدودية قدراته للالتزام به ترجمة نانسي قنقر